مهاردة نريد أن نعرف ما هو أفضل أنتفيروس مجاني لوندوز 10 و ويندوز 11 يعني عادي بس هو عشان ويندوز 10 هو الأكثر شهرة لغاية دلوقتي فنريد أن نعرف كيف تأمن الجهاز بتاعك ايه هو أفضل أنتفيروس يحميك إن أنواع الفيروسات المختلفة وما سأقول لك عنها وأقول لك برضو إزاي تتعامل مع الأنتفيروس الأفضل دعونا نرى كل هذا ودعونا نبدأ في الأكشن على طول وأهلا بك وفيديو جديد وحلقة دي دا من يوميات مطور مواقع عشان نعرف الأنتفيروس بيشتغل إزاي وإيه هو الأفضل لازم الأول نعرف يعني إيه فيروس وبتعامل إزاي مع الأجهزة الفيروسات لها أنواع كتير وهدفها الأول هو إما التجسس أو التصيد إما السرقة أو التعطيل اللي هو حسب البيانات أو الفيدية إنه يطلب فيديو دا طبعا أشهره من اللحنة يعني شفناه فترات كبيرة جداً وإنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وكل المواقع بشكل واسع جداً طيب دي كده التصنيفات بتاعة الفيروسات الأنواع بقى نفسها ايه؟ أول نوع عندنا وهو إتروجان وده الأكثر انتشاراً إتروجان بتلاقي كتير جداً هو يبلغ غير ضار بس هو ضار لو أنت مضطر أوي ممكن تستخدمه بس مش في جهازك الأساسي التروجان دا عبارة عن إيه؟ فكرة حسان تروا دا فكرة أديمة جداً اللي هو الفيروس بيدخل ما بيعملش أي حاجة غير أنه نستني الأمر من اللي نخفز الفيروس نفسه أو اللي نصمم الفيروس نفسه الفيروس بيدخل الفيروس دا الأول عبارة عن إيه؟ عبارة على برنامج صوفتوير عادي خلص حاجة إحنا بنبرمجها يعني ما فيهوش أي حاجة شازة أو غريبة أو مش فيروس أو بكتيريا زي اللي في الإنسان يعني لأهو برنامج بينفذ مجموعة من الأوامر بناء على اللي برمجها عايز إيه بالزبط فعشان كده دخلنا في موضوع التصنيفات فكده عرفنا إيه هو؟ الفيروس نفسه برنامج كود عالي بينفذ شوية أوامر زي اتصل بالشبكة اعمل كذا ثم كذا امسح ملف كذا اشفر كذا بالمدي 5 أو بأي ألغوريزم للتشفير فهو بيعمل الحاجات دي كلها نرجع للتروجان ثاني فالتروجان زي ما قلنا هو مستني الأمر الأمر ده بقى يا إما بالحصف يا إما بتعديل يا إما بالتجسس ده سنعرف برضو تجسس بشكل مختلف بعد شوية ثاني نوع وهو الورمز ديدان بالعربي الديدان دي هي فيروسات بتعمل اي حاجة من الحاجات الماصبك يعني ممكن تبقى مباردو تنسح ممكن تطلب فدية تعمل كل حاجة بس هي بتنتقل من غير ملف وسيط يعني مش محتاجة ملف اي اكس اي مثلا بتحمله او كده عشان يشتغل لا هو بس بمجرد ما الاجهزة تصند بالشبكة هو بتنقل من جهاز لجهاز عن طريق الشبكة نفسها بينفذ اوامر الشبكة بحيث ان هو يروح للجهاز كذا ويؤمر بكذا وهكذا الهويت عندما يوصل للهدف او الجهاز اللي هو عايز يوصله بالضبط ويحدد هدفه اما يقلب تروجان ويخليه يستنى الامر او ان هو يشتغل تلقائي على طول ينفذ الحاجة اللي هو عايزه ثالث نوع وهو الفيشنج الفيشنج والتصايد ده في منه مجالات واشكال كتير جدا ممكن يبقى عن طريق وبصايد ممكن يبقى عن طريق كيلوجر هنقوله ده اصلا نوع تاني فالفيشنج يعتبر حاجة واسعة جدا الفيشنج او التصايد ان هو بيرمي الصنارة مش مستهدف جهاز معين مش مستهدف حد معين بس هو بيرمي الكود وبيستنى هل انت سايب بيانات الفيزا بتاعتك على الجهاز هل انت سايب الفيزا بتاعتك على هل سايب بياناتك الشخصية اللي هو ممكن يستخدمها في اي حاجة فهو بيقعد كده يرمي الطعم وهو مستنى الضحية اللي يوصلها اللي هي تكون تقيلة والنسبة ان هو يشتغل عليها فيه كمان معانا الرانسوموير وده مشهور جدا اللي هو طبعا الفيديا ان هو بيدخل يشفر الملفات باي الجوريزم تشفير بعد كده يستنى ان انت تدفع له الفيديا عشان يفكلك التشفير وعلى الاغلب ما بيفك الشف تشفير ولا اي حكا في عندنا كمان الادوير الادوير اللي هو زي مالوير كده بس الاد جاي من كلمة ااد لا الاعلانات ده فيروس سخيف بس مش مؤذي يعني مش هيضمر الجهاز مش هيغير في الملفات لكن هيظهر لك اعلانات عشوائية ممكن تبقى اعلانات اي بحية ممكن تبقى اعلانات غريبة ممكن تبقى اصرر رسالة تحذيرها ان فيه فيروس او حاجة عندك وليزم تحمل البرنامج ده عشان الجهاز يبقى محمي فانت ممكن تقع ضحية تحت اي رسالة او اي اعلان كده غريب او طبعا اعلانات كتير بالهبل لدرجة انك ما تعرفش تتخدم الجهاز بتاعه في عندنا واحد كمان من اخضر الفيروسات وهو الكيلوجر الكيلوجر ممكن ما تحسش بوجوده اصلا ممكن ما يعملش اي مشاكل ولا اي انت فيروس اكشفه لكن كل اللي بيعمله انه بيسجل كل مقاراتك على الكيبورد وكل ما تدوس على زرعة الكيبورد يعرفه بعد كده بيبعثه طبعا للضحية عندنا لوقا كمان وهو الباب الخلفي ده بيكون المبرمج اللي اسس الكود نفسه او اللي عامل الموقع او اللي عامل البرنامج عامل باكدور لنفسه بحيث لو اللي صاحب الموقع او اللي هو اشترى منه الكود يخلف بوعده او حاجة يده يدخل من الباكدور ده ويعمل اللي هو عايزه ويبقى مع الصلاحات الكاملة يوقف الموقع يوقف الكود يعمل اي حاجة طبعا هنا فيه ناس مخترقين البلاك هات هكرز عملتهم يدوروا على الباك دور دي دوروا ايه هي الصغرة او الكود اللي بيمكننا ان احنا نوصل لما عاجات أكبر في النظام ويستعملوا بقى لصالحهم لأي حاجة ده غير ان هو اصلا ممكن ينشئ لنفس باك دور لو في صغرة معينة يعني مثلا في حاجة بتمكنه ان هو يدخل عن طريق مثلا بصورد بشكل معين او حاجة يكون الديفولبر مش عمل حسابه عليها او تكون الشركة اللي صنعت السوفتوير كلها ما عملتش حسابها عليها كده عرفنا انواع الفيروسات باختصار حاولت يعني ابصت فيه انواع تانية على فكرة كثير جدا مزيد اشهرهم وكده عرفنا كل فيروس بيعمل ليه بالضبط عشان لازم انت بنفسك تبقى الحامي الاول او الحارس الاول لجهازك مش الانتفيروس هندخل دلوقتي على انواع الانتفيروس انواع الانتفيروس كثيرة جدا في السوق تعتبر بس فيه خمسة ستة كده اشهرهم هنعمل مقارنة سريعة بينهم واقولك ايه هو الافضل مجانا اول نوع معنا وهو كازبرسقاي كازبرسقاي من اشهر الانتفيروس ويمكن اقدامهم مش اقدامهم على الاطلاق لكن قديم جدا اداءه يعتبر جيد لكشف الفيروسات العادية فقط يعني هو قوي جدا في الحتة دي ويمكن قوي نسبية في حتة استرجاع بيانات الفيديا او اما يحصل فيروس فيديا يساعد في ميت طبعا مدفوع ومش مجاني لكن متقرك وحنقول حاجة كبيرة جدا في الاخر استناني عشان نقول حاجة كبيرة جدا على كلمة متقرك دي او النسخ المتقرك اللي هي نسخ مش اصلية بس انت بتاخد صلاحيات الكاملة للسوفتوير ده او للانتفيروس ثاني نوع معنا وهو نورتون 360 او 360 نورتون من افضل الحاجات يعني كنت باستخدامه الفترة برضو كبيرة في الماضي كلام ده كله فالنورتون 360 اداء سريع بيكشف الفيروسات الجديدة فوريا يعني ممكن تلاقيه اسرع داتابس فيهم نسبة جبيرة جدا فتلاقي مدفوع فنورتون مشكلته الاولى ان سعره غالي جدا عشان يديك الحماية الفورية والكلام ده كله ده غيره ان هو تقوي نسبيا في حكة حماية من فيروسات الفيديا او رانسوموير زي ما احنا وضحنا ندخل في ثالث حاجة وهي البيتفيندر البيتفيندر من الفيروسات او من الانتفيروس الضعيف نسبيا اداءه متوسط في كشف الفيروسات اداءه ضعيف في الفيديا اداءه ضعيف في الفيشنج لكن خفيف جدا على الاجهزة فده اللي بيدوله الفكرة الاكبر او الشعبية الاكبر بين الاجهزة الضعيفة الاجهزة اللي مش هتقدر تشغل انتفيروس زي نورتون تنتمية وستين اللي يعتبر تقيل جدا على النظام هندخل بعد كده على ام سي فري او ميك فري اللي هو دامنا ده ده بشع ده بيحمل نفسه بنفس بتعتبره فيروس كده ما تعتبروش جاء يعني انتفيروس اصلا حمايته ضعيفة مش قوي في اي حاجة اه هو نفسه في ادور اللي هو يعني بيرزع لك اعلانات كتير بيحمل ابليكيشنز كتير لا تعلم عنها شيء فانا مرشحه لكش تماما في عندنا بعد كده افيرا 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 يعتبر من الحاجات المتوسطة برضو مش الضعيفة وكفيف جدا وكله بس ضعيف والداتابيس بتاعه ما تبقى احداثها بسرعة عندنا بعد كده افاست وهو يعتبر الاشهر والاداء الجيد نسبيا النسخة المجانية فيه بتكون محدودة لكن برضو متكرك وبينزل نسخ منه بالكراكات في احدث التحديثات افاست برضو فيه حتة حماية من الفيشنج كويسة جدا وحتة حماية كده من المواقع الاحتيالية بس سعاد بيخيب يعني انا كان في عميل عندي افاست عمل معا مشكلة من المواقع بتاعه اعتبره موقع تصايد او مواقع احتيالية وهو موقع عادي مفووش اي حاجة فبرضو دي مشكلة موجودة في افاست ممكن تواجه بعض الناس ممكن يكون موقع انت عايزه وهو كده لكن الاداتابيس بتاعه متحدثة اداءه قوي نزديا فكشف الفيروسات العادية وهو اعتبر كويس قبل ما ندخل على اخر واحد واللي انا بعتبره اقوى واحد حاليا لازم نأخد نرجع بقى كده فلاش باك لكلمة مكترق الكلمة اللي احنا قلناها تتير في الفيديو في دكتور عندنا في الجامعة قال كلمة وانا من ساعتها حاطتها في جماغي ومقتنع بيها اقتناع كام وهي ان الانتي فيروس مش قادر يحمي نفسك وبيتقرك حيقدر يحميك انت نفسك وكلمة دي خلتني راجعت نفسي وعرفت ان الانتي فيروس بكل اشكال وكل اللي احنا قلناه ما هو الا خدعة كبيرة لشيال الناس ده بالعكس فيه شركات نيشل كبيرة اللي احنا قلناها بس فيه شركات تانية اغلب الشركات الصغيرة في مجال السيكوريتي هي اصلا اللي بتنشئ الفيروس عشان تبيع ويقولك الانتي فيروس ده هو الوحيد اللي بيقدر يكشف النوع ده من الفيروس قلنا قلنا طيب بأنت اللي بتيرمي المصامير على الطارق لأه موضوعrained الشركات نفسهية اللي ممكن تبيعاتك الفيروس لغاية عندك فمش لازم تتاصغ في اي شركة انتي فيروس. خصوصا لو انها نفسها مت كاركة وم عرفتش تحمي نفسها وبالتالي رمض ان هندخل على اوقع انتي فيروس ولكنا محتاج مساعدتك انت وهو windows defender ويندوز ديفندر بتاع الويندوز العادي يعتبر من الحاجات الكويسة جدا بس تعرف تتعامل معها كويسة لازم تفعل الريال تايم بروديكشن لازم تعمل الرانسوم وير بروديكشن تفتحه فبمجرد تفتح لحاجتين دول الداتا بيز بتاعته مش احسن داتا بيز ومش الاسرع ومش بتكشف كل انواع الفيروسات لكن بتكشف الخطير منها يعني لو فيه فيروس خطر او حاجة هو يمنعك تحمل الملف بيعرف يوصل لملفات النظام بسهولة لان هو اصلا من ويندوز يعتبر فقدر يوصل لملفات النظام بسهولة اكبر وفي السلاسة اكبر وبسرعة اكبر يعتبر خفيف جدا على النظام ويهي كمان الرانسوم وير لو فعلته بيمنع اي ملف ان هو يرن اي كوماند او اي امر زي ما قلنا الفيروس في الاول عبارة عن امر فهو بيمنع اي امر يتنفذ على السي مثلا او على الملفات المحمية غير بأمر منك مباشر او موافقة منك فبالتالي انت اللي بتكون غلطان فيروس كويس او الويندوز تفيندر كويس بتكون غلطان لو بتنزل ملفات ضرة كتير او كده وبتدي له سامحية ان هو يشغلها او مش هيشغلها من نفسه لازم ياخد الموافقة منك ولو انت اصلا مش عارف تمنع بقى حاجات زي كيلوجر بتحمل حاجات كتير من مواقع غريبة بتحمل حاجات مكراكة كتير الحاجات دي كلها بتساعد ان انت تتفيروس وتتحكر او ان انت تقع في الهندسة الاجتماعية سواء ان انت تنزل برامج مكراكة كتير او ان انت تدي البيانات بنفسك لموقع مش الموقع الرئيسي فدي برضو بتبقى مشاكل انت السبب فيها تماما مهما ان كان الاندي فيروس مش هيحميك مهما ان كانت الحالة انت اللي قاعدت ضحية من الاول فلازم تبقى واخد بالك انت بتدوس على اي كويس جدا طول ما انت قعد على اللاتوب او كمبيوتر ما تحملش برامج غريبة تدخلش مواقع غريبة غير لما تتأكد منها الاول او دخلت وخلاص ساعتها ممكن تدخل متصفح خافي بعد كده تدوسش على اي حاجة ما تدوش اي بيانات البصورد في الموقع ده يكون مختلف تماما هو والايميل عن البصورد واليوزر نيم او الايميل في المواقع الكبيرة والكلام ده كله وبس كده دي كانت اشهر انواع الاندي فيروس وزي ما قلت لك الويندوز ده في النره هو افضلهم واتممنا ان الفيديو يكون عجبكم وعفتكم لو عجبك ما تنساش تديني احلى لايك وما تنساش شوف الخلقات والحكايات وكورسات الفات واستنى الحلقات والحكايات وكورسات اللي جاء وانزل اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد وعشان ما تبقاش من الهواء اشترك في القناة عشان